بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اجعل هذا البلد بلدا آمنا سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين واحفظ أميره وولي عهده اللهم ارزقهما الصحة والعافية وأطل في عمرهما وأحسن عملهما وارزقهما البطانة الصالحة التي تعيدهم على نفع البلاد والعباد برحمتك يا أرحم الراحمين حياكم الله معاي أعزاء المشاهدين في كل مكان في حلقة جديدة من حلقاتنا فقه النساء في الحلقة اللي فاتت ذكرنا أقوال الفقهاء فيما إذا أرادت المرأة أن تطلب التفريق بسبب إعسار الزوج وقلنا أن النفقة واجبة على الزوج وذكرنا أقوال الفقهاء الأربعة في التفريق بين الزوجين بسبب إعسار الزوج أي أن المرأة ترفع أمرها إلى القاضي ليطلقها من هذا الزوج بسبب إعساره قلنا القول الأول أن المرأة لا تطلق بسبب إعسار الزوج والقول الثاني أنها تطلق بسبب إعسار الزوج ذكرنا قول ابن حزم الظاهري الذي يرى أن المرأة تنفق على الزوج في حال إعساره أما القول الثاء الرابع وهو قول ابن القيم الجوزية الذي وضح وأفاض في هذا الموضوع وذكر أن الزوج إذا كان له مال ظاهر وواضح يجب عليه أن ينفق على زوجته وإذا لم يكن له مال فتمهله الزوجة وأما إذا غر في هذه المرأة ودلس وبيّن أنه غني واتضح بعد ذلك أنه فقير ولا يستطيع أن ينفق فتستطيع أن ترفع عمرها إلى القاضي لطلب التفريق لأنه دلس على هذه الزوجة أما القول هذا الرابع الذي ذهب إلى أن المرأة إذا كانت موسرة تستطيع أن تنفق على هذا الزوج وتنتظر إلى أن يرزقه الله سبحانه وتعالى طبعا القانون الكويتي المرأة من حقها إذا أضر الزوج بها وكان له مال ظاهر واضح ولم ينفق عليها ضرارا بها وحتى يؤذيها فلها أن تطلب الطلاق من القاضي حتى يطلق القاضي بسبب عدم الإنفاق اليوم إحنا عندنا مشكلة التي هي بعض الأزواج لا يعرف الحد أو ما يعرف الأمور الشرعية في قضية الإنفاق فيرى أن المرأة إذا هي موظفة تسقط نفقتها أو إذا عندها أموال من قد يكون عندها أموال من أسرتها قد يكون عندها ورد قد يكون عندها تجارة فيعتقد أن عليها أن تنفق على نفسها وتنفق على البيت الزوج هو الذي يجب عليه الإنفاق لذا كان عنده من الأموال هو الذي يجب عليه إنفاق وأن يعني يبتعد عن ظلم الزوجة بعدم الإنفاق لأن الله سبحانه وتعالى أوجب عليه الإنفاق لكن إذا كان هذا الزوج مثلا في مكان لا يعرف وعنده أو ذهب لدراسة العلاج وعنده أموال يجب أن ينفق على هذه الزوجة لكن لو هذا الزوج لا سمح الله كان مسجون ولديه راتب فالزوجة تأخذ بقدر يعني نفقتها لا تزيد بحيث أن تأخذ أمواله كلها فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هناك ألفة ومودة بين الأزواج حتى لا تطغى الزوجة أيضا في قضية النفقة إذا تكرر إذا طلقت المرأة بسبب عدم الإنفاق ثم حدث أنها رجعت إلى الزوج بعد انتهاء العدة أو في أثناء العدة رجعت إلى الزوج والزوج وعدها أن ينفق عليها لكن بعد هذا الوعد هذا الزوج يعني عدل عن رأيه ثم لم يعد ينفق على زوجته فتكرار ذلك الأمر يجعل القاضي باستطاعته أن يطلق هذه الزوجة وأن يكون الطلاق بائنا لأن الزوج ترر عدم الإنفاق على هذه الزوجة طبعا قضية النفقة التي نتكلم عنها مو بالضرورة أن الناس تعرف كم هذا الزوج ينفق على زوجته مو بالضرورة أهل الزوجة يعرفون أن هذا الزوج كم ينفق على زوجته أنا أعتقد أن بعض المشاكل أن تدخل الأسرة في قضية النفقة الزواج بيت مغلق فالزوجة عليها أن تكتم سر زوجها والزوج يكتم سر زوجته متى ما خرجت هذه الأسرار خارج سورة الزوجية أصبحت هناك مشاكل بين الزوجين اليوم الإذن يستمع وبعض الناس يدقق على هذه الأمور الرزق بيد الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى يجعل من هذا الفقير غني ويرزق الفقراء جدتي رحمة الله عليها كانت دائما تقول خذوهم فقراء يغنيهم الله قاعدة لما الأم الجدة تعلم البنت قبل أن تقدم على الزواج يا بنيتي لو كان فقير الله بيرزقه المهم الطيبة والأخلاق والأدب حسن التعامل يعني لو هذه الزوجة أرادت أن تستفز هذا الزوج بأن عدم وجود المال عندك وأن فلانا أفضل مني زوجها ينفق عليها وزوجها يعطيها إحنا قضية زوجها يعطيها وينفق عليها إحنا علينا بالظاهر قاعد نشوف ظاهر لكن حقيقة الزواج يمكن اللي قاعد يعطي واللي ما يعطي أو عنده القلة أو هذا حد اللي عنده والحمد لله يعني الواحد يحمد الله سبحانه وتعالى أولا موضوع الزواج بحد ذاته هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى أن الزوجة تحمد الله سبحانه وتعالى أنمن الله عليها بزوج ما يضربها ما يقل أدب عليها أهل الزوج طيبين أم الزوج تحبها أهل الزوج يحبونها يبقى في مواضيع ثانية في الحياة الزوجية ممكن إحنا نبدأ نقول في حسنات والحسنات يذهبنا السيئات تبدأ الزوجة الآن تقارن بينها وبين صاحباتها وهذه المقارنة هي التي قتلت البيوت قتلت حتى الزوج أحيانا مقارنة الزوجة نفسها بغيرها تقتل حتى الزوج بعض الناس يقارن حتى في الأكل والشرب والملبس يعني أنا أشوف أن إحنا في حياتنا علينا أن لا نقارن على الزوجة أن تنظر الإيجابيات قبل أن تنظر إلى السلبيات الأموال تذهب لكن تبقى في الحياة الزوجية هي الحب هي المودة هي الراحة النفسية هي التفاهم يعني إحنا عندنا مشاكل من أول سنة زواج ومن ثاني سنة زواج في الكويت إلى خمس سنوات من الزواج تبدأ المشاكل والطلاق من بعد سنة وسنتين وثلاثة إلى أن تبدأ خمس سنوات الأعداد يعني عندنا كبيرة في قضية الطلاق بسبب عدم التفاهم عدم التفاهم سببه أكثر مادي ليس معنوي قضايانه مادية أكثر من أنه هي تكون معنوية الآن حتى في السكن طبعا الزوج واجب عليه أن ينفق على الأكل والملبس والمسكن الآن السكن الزوج ينفق ويسكن زوجته على قدر استطاعته فالله سبحانه وتعالى قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها أي ما في مقدور هذه النفس فعلى الزوجة أن تعلم أن هذا الزوج هذه استطاعته والأسرة أسرة الزوجة لا تحمل الزوج فوق طاقته الآن نتكلم عن رواتب حتى لو كان هذا الإبن أهل عندهم وأغنياء ويملكون هم مو مفروض عليهم أن ينفقوا على الإبن غالب الرجال غالبا الآباء عندهم وجهة نظر مثل ما إحنا تعبنا وجمعنا تجارتنا وجمعنا أموالنا أنت يا ولادي عليك أنك تتعب وتوفر وتبني شخصيتك بعض الآباء ينظر أن بناء الشخصية أن الإبن يعيش وفق راتبه ويستطيع أن يكون شخصيته ويستطيع أن يكون نفسه ويبني أسرته هذه وجهة نظر يعني إحنا مو مفروض على الأب الغني أن يعطي ابنه اللي بداية متزوج وليس يعني من الضرر بالأبناء هذه تربية وكل إنسان له وجهة نظر فما نفرض والزوجة لا تفرض على الزوج أن أبوك غني لازم يصرف علينا إيش معنى أبو فلانة أو فلان الغني قاعد يعطيهم أو سكنهم مسكن أفضل من مسكننا الآن يعني أنا عندي وجهة نظر على الزوجة أن تصبر على الزوج تصبر على خاصة بداية الزواج في يعني إشكاليات تقع بين الزوجين على أم الزوجة أن تكون يعني صاحبة أفق واسع تعلم بنتها تربيها على الصبر أمهاتنا صبروا وجداتنا صبروا إحنا ما نقول أن الزوج قاعد يضرب الزوجة وأن تش عليش تصبر لا في شيء اسم تفاهم في شيء حل نضع حلول لمشاكل أولادنا في بيوتنا حتى نستطيع أن نتغلب على قضية الطلاق فالطلاق يهتز له عرش الرحمن علينا أن نعلم بناتنا ونعلم أولادنا أن زواج رزق من الله سبحانه وتعالى فلا تقتلون هذا الرزق بالطلاق أسأل الله سبحانه وتعالى العلي القدير أن يجعل بيوتنا بيوتا آمنة سعيدة مطمئنة وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين